قامت وزارة التربية والتعليم بمناقشة التشكيلات للعام الدراسي 22-23 وهناك ما يسمى بالموقف الحاسوبي الذي يظهر حاجة كل مدرية من جميع التخصصات قامت وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة الموارد البشرية بإيجاد برمجية محوسبة هذه البرمجية قامت بالمعادلة الآتية 40 شاغر ثابت لكل مدرية التربية والتعليم يضاف لها 30% من مجموعة شواغرها المستحدثة من مناقشة التشكيلات العام الدراسي 22-23